وزارة الموارد المائية تعلن نجاح خطتها لهذا الموسم في خزن المياه تقدر بمليار متر مكعب تقريبا عبر تمريرها إلى السدود والبحيرات والأهوار وأحواض الأنهر تعزيز الخزين المائي جاء بعد ورود كميات جيدة من تساقط الأمطار الغزيرة في البناطق الشمالية والشرقية إضافة إلى السيول بالنسبة للأمطار التي هطلت في الفترة الأخيرة ومن بداية هذه العام ساعدت في بناء خزين نوعا ما جيد مقارنة بالسنوات الثلاثة الأخيرة ارتفع الخزين مقارنة بالعام الماضي بحدود عشرين بالمئة قامت الوزارة بالتوجيه جزء من عتها إلى خزانات وزارة الموارد المائية والجزء الآخر لإنعاش الأهوار التي عانت للسنوات الثلاثة الأخيرة من شحة مائية كبيرة إضافة إلى أكمال متطلبات الموسم الشتوي الحالي وبسبب توالي شح المياه في الفترات الماضية نتيجة قلة الإيرادات من المنبع وضعف الأمطار الوزارة تباشر بإعداد تصاميم إنشاء أكثر من ستة وعشرين سدا لحصاد المياه في عدة مناطق لاستثمارها بشكل أمثل واستعاب أي كميات خلال المواسم المقبلة تنفيذ سدود حصاد المياه ضمن الموازنة 23 و25 هناك ما بين 26 و30 سد حصاد المياه سيتم تنفيذها معظم هذا سدود حصادية يعني تصايمها اكتملت وتنفذ من قبل شركات رصينة قسم من قبل شركات الوزارة وقسم من خلال داعات بعض الشركات الرصينة ويعتمد العراق على وارداته المائية من دول الجوار تقدر بـ 70% وهذا ما دفع المتخصصين في وزارة الموارد المائية إلى إعداد ستراتيجية طويلة الأمد من خلال تشكيل لجان لإدارة الواردات من المنبع وحتى خزنها بما يحقق أمنا مائيا مستمرا من بغداد محمد العيداني العراقي الإخبارية